موسيقى 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 موجودة في المكان كشف مصدر أمني رفيع في غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا جبهة النصرة تتحضر لتنفيذ هجمات في سعي منها لتقويض اتفاق الهدن بإعازي تركي مواقف والمصدر جاءت تعليقا على ما يجري في كواليس العلاقة بين الأتراك وجبهة النصرة وما يجري الترتيب له في سوريا وإدلب خاصة وعفق المصدر فإن الهدف التركي من تشجيع المسلحين على تنفيذ هجمات هو الضغط على روسيا للقبول بتحييد النصرة وشمولها في اتفاق الهدنة المصدر أكد وجود ضباط أتراك في غرب حلب وفي إدلب ينسقون بشكل عال مع قيادات النصرة نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أعلن أن الحكومة السورية وافقت على المشاركة بمباحثات أستان السورية من دون تدخل خارجي وعقب استقباله وفدا من كازاخستان في دمشق أكد المقداد أن سوريا جادة في إيصال المباحثات إلى النتيجة المتوخات ووقف ألة القتل المدعومة من تركيا وأوروبا والولايات المتحدة في إدارتها الحالية على حد تعبيره نحن قلنا لهم أن الجمهورية العربية السورية وافقت على حضور هذه المباحثات السورية السورية التي يجب أن تتم دون أي تدخل خارجي وأن سوريا جادة في إيصال هذه المباحثات إلى النتيجة المتوخات وهي إنهاء الأعمال الإرهابية في سوريا وإنهاء آلة القتل المدعومة من قبل بعض الدول سواء من تركيا أو من قبل أوروبا الغربية فرنسا بريطانيا أو من قبل الولايات المتحدة وإدارتها الحالية وأننا مهتمون بإنجاح هذه المباحثات ونأمل أن نتوصل إلى النتائج المتوقعة المتحدث والرئاسية التركية إبراهيم كالين أعلن أن بلاده أن لبلاده شروطا بشأن محادثات أستانا وهي مشاركة ممثلي المعارضة الحقيقيين وعدم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المسؤول التركي وصف وحدات حماية الشعب الكردية بالقوة البرية التي تستخدمها واشنطن في سوريا معي الآن حول هذا الموضوع من دمشق الأكاديمي والخبير بالشؤون التركية دكتور عقيل سعيد محفوظ دكتور محفوظ بداية نريد أن نعرف ما وراء أو ما خلفية الحديث التركي عن تمثيل لمعارضين حقيقيين في محادثة أستانا من هم الذين تقصدهم تركيا بالمعارضين الحقيقيين والممثلين الحقيقيين للمعارضة التي تريد منهم أن يكونوا مشاركين في أستانا نعم تحية لك وللمشاهدين الكرام أولا أنا أحيي أرواح الشهداء الذين نرتقوا اليوم في تفجير الإرهابي في مدينة جبلة وأتمنى الشفاء العاجل للجرحة فيما يتصل بالموقف التركي من عملية الأستانا أنا وصفت هذه المسألة تركيا اشتغلت منذ عملية حلب وربما قبل ذلك منذ جرابلوس وبعد ذلك حلب اتفاق الإجلاء وأيضا مدسلت الأستانا هي تحاول أن تحجز مكانا على جهتي الحرب أو الأزمة السورية صحيح أنها اقتربت من موسكو إلى حد ما وأيضا من طهران ولكنها لم تغادر التزاماتها الأساسية المتعلقة أيضا مع المملكة السعودية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى هي تشتغل على قاعدة التمكين وهي باختصار شديد أنها تتفق مع كل الأطراف أو تشتغل بما معناها على ما تتفق عليه تتفهم هواجس إيران وهواجس روسيا في هذه المسألة وهم أيضا يتفهمون هواجسها بكيفية أخرى الآن تركيا تحاول أن تتحدث عن المعارضة الحقيقية وهذه كلمة الحقيقية ترتبط بأولوياتها هي في المقام الأول نحن نعلم بأن جبهة النصرة وسواء هي ربما تريد جبهة النصرة أو أي طيف قريب من جبهة النصرة نحن نعلم بأن أحرار الشام وتنظيمات أخرى هي تقريبا هناك تشابكات متداخلة إلى حد كبير وهي ربما تطالب بحضور هذه الجماعات في المؤتمر جبهة النصرة كما فهمت أنا من المدورات الأخيرة تركيا هي جبهة النصرة بالنسبة لتركيا هي تقوم مقام حزب الله بالنسبة لإيران وسوريا وهي بالتالي لا تستطيع أن تفرط بورقة أساسية بالنسبة لها في المشهد السوري وهذا ربما ما يفسر أستاذ عقيل وهنا نريد أن نناقش اليوم الأسباب التي تحدث بها مصدر أمني رفيع في غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا الذي وجه اتهامات مباشرة لتركيا بالتنسيق مع جبهة النصرة وأكثر من ذلك الحديث عن تأكيد وجود ضباط أتراك في غرب حلب ينسقون مع جبهة النصرة بشكل عالي هذا أيضا له خلفيات فيما يتعلق بالعلاقة أو الاتصالات الدائرة الآن على مستوى إيران تركيا ليس كذلك أنا أقدر أستاذ كمال بأن الآن التجاذبات الحاصلة تركيا هي أقرب لروسيا كما هو واضح وهي تشاغب في كل تفاصيل أستانا تشاغب على الموقف الإيراني وعلى الحلفاء سوريا في المشهد السوري الآن وهذا الأمر فهمناه حتى من وسائل الإعلام التركية عندما يتحدثون عن أن إيران الآن تمثل مصدر تهديد للعالم العربي هذه اللغة المعروفة في التجاذبات بالرغم حتى مع الزيارات مع التفاهمات التي جرت بين السلاسي بين روسيا وإيران وتركيا الآن الخطاب السياسي التركي يشاغب على أولويات إيران إذا صحدت تعبير في المشهد السوري هذا الحديث عن لماذا لا تكون جبهة النصرة لم تسميها بالإسم بطبيعة الحال في مؤتمر الأسنان لماذا لم يتم التعبير أن تعلم بأنه خلال المداولات كان هناك تعبير أنه عندما تطالب الحكومة السورية تسمي الطرف الآخر بالجماعات المسلحة كانت تركيا تصر على أن تسميها جماعات مقاومة وهذا الأمر يفسر أنها فعلا هي تدخل وهذا الموقف جديد بالنسبة لها حد على مستوى الصياغات والتفاهمات من أنها تريد في الحقيقة أن تعزز موقعها بالنسبة لتفاهماتها مع روسيا ولكن على حساب إيران وأنا أتصور بأن هذه المسألة اليوم نحن استمعنا الأستاذ بروجردي يتحدث عن هذه المسألة الإيرانيين لن يتعاطوا بهذه الخفة في هذا الموضوع والأمر مفهوم بطبيعة الحال ولن تكون هناك لا داعش ولا النصرة ولا أشباههما في مؤتمر الأستانة كما عبرت الحكومة السورية وأيضا الحليف الإيراني بهذا الخصوص أشكرك جزيلا شكر دكتور عقيل سعيد محفوظ الأكاديمي والخبير بالشؤون التركية كنت معنا مباشرة من دمشق قتل جندي تركي وجرح أربعة عناصر من قوات عملية درع الفرات خلال الاشتباكات مع داعش في الأحياء الغربية لمدينة الباب السورية الشباكات تأتي بعد دخول القوات التركية الجماعات المسلحة الموالية لها أطراف الباب تقرير مايا رزق هنا على بعد ثلاثين كيلومترا عن الحدود السورية التركية تقع مدينة الباب أو ما تبقى منها كومة الركام هذه كانت يوما منازل تؤوي نحو سبعين ألف نسمة ومصانع تعد الشريان الرئيسي الذي ينعش اقتصاد حلب والمناطق المجاورة الحرب مزقت المنطقة وقطعت شرائينها وجعلت من مسلح داعش الجار اللدود لتركيا والله بمسيئة الله إنما جئناكم بالفخخات وجئناكم بالأحزمة ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نزلز الأرض من تحت أقدامكم لم تغفل تركيا عن التهديد الذي قد يشكله قرب مسلح داعش من حدودها فأعلنت أنقرة عملية درع الفرات منذ أكثر من أربعة أشهر ألف وخمسمائة جندي تركي ومعهم خمسة آلاف وخمسمائة عنصر من درع الفرات يحاربون مسلح داعش مسلحون كانوا قد اتخذوا من الباب التي تربط طرقها الرقة ودير الزور عاصمة ثانية بعد الرقة الرئيس التركي توعد بطرد مسلح داعش من الباب التي تعد صلة وصل بين المنطقة الشرقية والشمالية والجنوبية من سوريا الطائرات والمدفعية التركية كانت قد قصفت ثمانية وعشرين هدفا لداعش خلال اليومين الماضيين مدمرة مخابئة ومراكز قيادة وأسلحة ومركبات ما أدى إلى مقتل ثمانية وثلاثين من مسلح داعش فيما قتل جندي تركي وجرح أربعة عناصر من قوات عملية درع الفرات خلال الاشتباكات مع مسلح داعش في الأحياء الغربية للباب نائب رئيس الوزراء التركي أعلن أن السلطات التركية ستعيد النظر في مسألة وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة إنجرلك التركية وأوضحا أنقرة لا تستبعد أن يكون منفذ هجوم اسطنبول من أقلية الأيغور الصينية وقد يكون غادر البلاد وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن منفذ الهجوم تلقى مساعدة من داخل البلاد وأن السلطات تمكنت من تحديد الأشخاص الذين كانوا على تواصل معه التقدير الاستراتيجي والسنوي لإسرائيل الذي تحدث عن تهديد حزب الله وإيران وحماس على إسرائيل تناول أيضا اتساع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية وأهمية ذلك على موقع إسرائيل ومكانتها في الشرق الأوسط والساحة الدولية هذا تقرير لمنال إسماعيل التقدير الاستراتيجي الصادر عن مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب الذي عرض التهديدات والمخاطر التي قد تواجهها إسرائيل هذا العام لم يغفل أيضا عرض الفرص الكاملة أمامها ولسيما في مخص الدول العربية فأفرد محاور لشرح وتحليل علاقة إسرائيل مع بعض هذه الدول التقدير الذي لاحظ منحا انحداريا متواصلا لتهديد الدول العربية المجاورة لإسرائيل تحدث عن اتساع نطاق المصالح المشتركة بينها وبين العالم العربي وتعميق العلاقات التي تعد بحسب التقرير ذخرا استراتيجيا لإسرائيل بكل ميزاتها السياسية والاقتصادية والأمنية التهديدات العسكرية التي تواجه إسرائيل في تراجع ولسيما بسبب اتفاقيات السلام بين مصر والأردن وأدعو إلى استغلال نافذة الفرص التي لدينا فيما خصى العلاقات مع بعض الدول العربية في محيطنا التقدير خلص إلى أن التغيير في مسلكية السعودية وسعى قاعدة المصالح المشتركة بينها وبين إسرائيل وسمح بتعزيز العلاقات بينهما إلى حد أنه أنتج استعدادا سعوديا متزايدا لإظهار العلاقات مع إسرائيل فوق الطاولة وهو ما قد ينسحب على دول خليجية أخرى فيما خصى مصر يتحدث التقدير عن علاقات هي الأفضل حاليا بينها وبين إسرائيل نتيجة التعاون الأمني والاستخباري بينهما مع الإشارة إلى أن الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمون على النظام في مصر واحتمال عودتهم إلى الحكم ليس عاليين وبالرغم من التقلبات في العالم العربي أشار التقدير إلى أن العلاقات بين إسرائيل والأردن مستقرة نتيجة اتفاقية السلام بينهما وأن وجود السفارة الأردنية في تل أبيب هو تجل لعنصر الاستقرار في المنظومة الإقليمية هذه اللافت في التقدير الاستراتيجي هذا أنه مقابل الحديث عن تطور في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية خسرت القضية الفلسطينية إلى حد كبير مركزيتها في نظر الأنظمة العربية على الرغم من أهميتها لدى الرأي العام في تلك البلدان التقدير انتهى بأن الوضع الإقليمي في المنطقة خلق مساحة من العلاقات بين إسرائيل والدول العربية إلى حد أن بعضها يعترف وللمرة الأولى بأن إسرائيل ليست عدوا بل حليفا في الصراع ضد إيران وشريكا في تحقيق أهداف إقليمية مشتركة سشد ثمانية مدنيين واصب أربعة عشر بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حي الرئاسة في منطقة العبيدي شرق بغداد وفق ما أفاد مراسل الميادين المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد أعلن أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الشهداء والجرحة أعلن قائد عمليات الجزيرة لواء الركن قاسم المحمد انطلاق عملية تحرير المناطق الغربية في الأنبار غرب العراق من سيطرة داعش المحمد أشار إلى أن مشاركة الجيش والشرطة وابناء الحجر العشائري بإسناد من طائرات التحالف الأمريكي في العمليات العسكرية لتحرير مناطق عانا وراوة والقائم المحمد أوضح أن القوات الأمنية تقدمت من حديثة باتجاه مدينة عانا غرب الرمادي همية تحرير المناطق الغربية في الأنبار من سيطرة تنظيم داعش في هذا العرض مع بيسان طراف أهلا بكم انطلقت العمليات العسكرية الواسعة لتحرير غرب الأنبار من سيطرة مسلح داعش من أربعة محاور المحاور الأبرز سيكون من مدينة حديثة صوبة المناطق التي تقع غرب هذا القضاء أما الاندفاع فسيكون باتجاه المناطق التي ما زال يحتلها تنظيم داعش أي باتجاه مدن عانا وراوة والقائم التي تعد إداريا نواحية وأقضية العملية العسكرية سبقتها تعزيزات للفرقة السابعة ولقيادة عمليات الجزيرة والبادية في شبال غرب الرمادي ووفق الخطط العسكرية فقد انطلقت عمليات عسكرية تمهيدية قبل أيام نجحت باستعادة منطقة المخازن غرب حديثة أما هدف هذه العمليات التي يشارك فيها الحجد العشائري ولسيما أبناء عشائر الجغيفة وآل أبو نمر ومعظم عشائر حديثة في منطقة المخازن والرحانة والسجرة ومن بعدها عانا وراوة ثم القائم وهي المدينة الأبرز نظرا إلى موقعها للستراتيجي عند الحدود مع سوريا وتتطلب عملية عسكرية واسعة كالعمليات العسكرية التي خاضتها في الرطبة أي أقصى غرب الرمادي والسبب في ذلك يعود إلى أن القائم هي المنفذ الرئيس لداعش في الأنبار ما بين العراق وسوريا كما أنها منطقة تجمع أو منطقة تجميع المسلحين في الفترة الماضية إضافة إلى أنها ممر لإدخال السلاح والانتقال من العراق إلى سوريا وبالتالي هي منطقة تقع في عمق الصحراء ويعول تنظيم داعش على بعدها عن مواقع الدولة العراقية لذلك يحاول أن يبقيها تحت سيطرته أما عن نورا ومناطق تقع شمال الفراد في مرتفعات شمال غرب الرمادي فتعد محاور رئيسية وإذا سيطرات القوات العراقية عليها تكون قد نجحت في منع وصول أي تعزيزات لمسلح داعش أو خط اتصال ما بين جنوب محافظة نينوة وجنوبها الغربي مع داعش الموجود شمال غرب الرمادي وتحديدا عند منطقتين القائم وهنا وفي الموصل أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية تقدمها في حي فلسطين واقترابها من مستشفى السلام ضمن محور شرق الموصل فيما تستمر عودة الأهالي إلى الأحياء المحررة في المدينة جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي يحرر أجزاء جديدة في الموصل تمكن من تطهير شارع الصناعة بالكامل وبدأ باقتحام كاراج الشمال شرقية الموصل وصولا إلى تل التوبة حيث مرقد النبي يونس شرقية المدينة بتطهير المناطق التي حررت من المقذوفات والعبوات الغير من فلقة الحمد لله وشكر أمان تام تمت السيطرة على حي الصناعي وهذه بشارة نزفها لإخوان المواطنين في حي القدس وحي الكرام معارك عنيفة شهدتها المناطق المحررة بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية المعقدة واستغلال تنظيم داعش للسيارات المركونة على أطراف الشوارع للتفيخ ما أثر على تقدم القوات العراقية تقدم ترافق مع فرحة الأهل الذين عادوا منصورين إلى ديارهم قوات مكافحة الإرهاب وفرقة رد السريع والشرطة الاتحادية حررت حي المعلمين شرق الموصل فيما يشهد حي الصديق والبلديات مواجهات عنيفة بين القوات العراقية وداعش الشرطة الاتحادية أكدت أنها باتت على مسافة كيلومترين من ضفة نهر دجلة جنوب شرق الموصل فيما تمكنت فرقة رد السريع في الجيش العراقي من تحرير حي الوحدة واستعدت معها طريقة الموصل كاركوك شرق المدينة المتحدث باسم الحجد الشعبي أحمد الأسدي قال أن الحجد لم يشترك حتى الآن بمعارك الجانب الأيمن من الموصل معكدا أن أولوية الحجد في تحرير المناطق هي حماية المدنيين أكملنا استعداداتنا ونتهيئ لانطلاق المرحلة السادسة بعد أن أكملنا تحرير العبطة في المرحلة الخامسة نتهيئ في الأيام القادمة إن شاء الله لانطلاق المرحلة السادسة والتي سنعلن لكم حينها بأي اتجاه حيث لا زالت كل اتجاهات مفتوحة أمامنا استطاعتنا أن نذهب باتجاه الغرب لتحرير مناطق القيروان والبعاج وكذلك جنوبا إلى الحضر أو شمالا باتجاه تلعفر أو تقديم كل المساعدات اللازمة للقوات التي تتقدم لتحرير الموصل من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مرسل الميدان عبدالله بدران عبدالله فيما يتعلق بتحرير الأنبار وانطلاق العملية ماذا في التفاصيل وماذا أيضا في الجديد في الميدان الآن على صعيد هذه العملية نعم كمال ما تحرر على يد القوات العراقية منذ انطلقت هذه العمليات منطقة المخازن والقوات العراقية الآن عسكريا بحكم المسيطرة على منطقة السجرة المناطق التي تفصل القطعات العسكري العراقية عن أبرز أخضيتي ونواحي شمال غرب الرمادي هي الريحانة ومنطقة مخازن الجيش القطعات العسكرية العراقية التي تشترك بهذه العمليات كمال تنوعت ما بين الجيش العراقي قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة في الجيش مع وجود لأبناء العشائر كحشد عشائر يشترك بهذه العمليات وغطاء من قبل الطيران العراقي والقوة الجوية العراقية أي لا وجود لقوات التحالف ضمن عمليات تأمين أعالي الفرات القطعات العسكري العراقية تهدف في هذه العمليات كمال بعدما تحرر عنا وراوة شمال غرب حديثة أن تندفع باتجاه القائم وأن تكون هناك صفحة خاصة وعملية خاصة بتحرير القائم عند الحدود العراقية السورية على اعتبار أن هذه المنطقة منها داعش هدد مناطق وأخضية حديثة ومنها انطلق لمهاجمة الخسفة ومنها قطع خطوط إمداد عن القوات العراقية ما بين حديثة وجنوبها عند هيت والمحمدي مضافا لذلك من القائم داعش هدد الرطبة وهدد المنطقة الممتدة على طول الطريق الرابط ما بين العراق والأردن عند حدود البلدين مضافا لذلك في القطعات العسكري العراقية بعد أن انطلقت العمليات وما حققته من تحرير المخازن والاقتراب من الصجرة وإنجازها اندفاع قوية في عنق صحراء محافظة الأنبار أرسلت إليها تعزيزات الاستثمار وتطوير الهجوم الذي نفذته بعدما تحقق من إنجاز يوصف بالنوعي في شمال غرب الرمادي شكرا جزيلا لك عبدالله بدران مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من بغداد أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلغاء كل القرارات التي اتخذها في خطوة فسرت بأنها محاولة أخيرة لإنقاذ المجلس من السقوط الكامل في وقت ناكد الجيش الليبي تدمير طائرة عسكرية في الجفرة وسط البلاد أثناء إنزالها لذخائر وأسلحة ومسلحين في القاعدة والأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد الذي من شأنه أن يجدد النزاع في البلاد تقرير مريم عثمان يبدو أن حدث إسقاط الجيش الليبي الطائرة العسكرية في الجفرة وسط ليبيا لن يمر مرور الكرام سياسيا أو عسكريا فالمخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة الصحراوية بين الجيش الليبي ومجموعات المسلحة من مصراطة ترمي بثقلها على سير أعمال المجلس الرئاسي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعلن بعد يومين من الضربة الجوية إلغاء كل القرارات الصادرة عن المجلس خلال فترة الماضية والمتعلقة بالمناصب السيادية والقيادات الأمنية في البلاد في خطوة فسرت بأنها محاولة أخيرة لإنقاذ المجلس من السقوط الكامل أن ما حدث مؤخرا من صدور لبعض القرارات المصيرية والسيادية دون وجود توافق حقيقي أو تشاور بين العضاء لا يصب في مصطحة الوطن والمواطن بل يزيد من تباعد الليبيين والشقاق بينهم وإنني وبصفة رئيس للمجلس الرئاسي أرفض رفضا قاطعا أن يكون المجلس سببا في وقت توافق الليبيين كلام السراج الذي يصب في نأي المجلس الرئاسي عن أي مسؤولية في وقت التوافق بين الليبيين يأتي في وقت أعلن فيه الناتق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري أن سلاح الجو الليبي استهدف تجمعات للمجموعات الإرهابية في منطقة الجفرة وقصف مخزنا للذخيرة تابعا لتلك المجموعات هذه الطائرة هي طائرة نقل أمريكية C-130 طبعا الأمريكية الصنع أمريكي هي طائرة الليبية تطبع قوات الجوية الليبية هذه الطائرة تم قصف بواسطة القوات الجوية في منطقة الجفرة بعد هبوطها على مطار الجفرة تأكيد الجيش الليبي تدمير الطائرة العسكرية أثناء إنزالها ذخائر ومسلحين والذي تنافى مع بيان المجلس الرئاسي الذي شدد على أن الطائرة العسكرية كانت تابعة لقوات البنيان المرصوص يؤضع في المخاوف من تصاعد حدة التوتر على الساحة الليبية مخاوف تجلت في مناشدة المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي حذر من تجدد النزاع بسبب التصعيد ودع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه تأجيج الأوضاع السياسية ثم العسكرية في البلاد مجدداً حياكم الله داهمت الشرطة التركية مقر شركة دغان القابضة بمدينة اسطنبول في إطار التحقيقات ضد تنظيم فتح الله جولن وذكرت وسائل أعلام تركيا أن الشرطة اعتقلت أحد محامي الشركة وأحد المسؤولين فيها بعد مداهمة منزليهما في اسطنبول وكانت السلطات التركية أمرت باعتقال ممثل دغان في أنقرة بذريعة العضوية في تنظيم جولن والنشاط في مجال الإعلام لمصلحة التنظيم سلطات تركيا كانت قد اعتقلت عشرين شخصاً في ولاية أزمير في عمليات أمنية مرتبطة بالهجوم على النادي الليلي في اسطنبول ومعظمهم ينتمون إلى دول في آسيا الوسطى هذا تقرير لمحمود واثق مفاجآت الهجوم على النادي الليلي في رأس السنة بإستنبول تتوالى فصولها مع تضارب في المعلومات بعد تسريب جانب من التحقيق حول حقيقة منفذ الهجوم إذ تقول السلطات التركية إنها حددت هوية المنفذ واعتقلت عشرين شخصاً بينهم نساء في إطار الحملة الأمنية بولاية إزمير على شبهة العلاقة بالمهاجم بالنسبة لتركيا فهي ضلعة في الحرب ضد الإرهاب وعلى الجميع التعاون معها كما ينبغي على جميع الأحزاب السياسية دعم الحكومة في هذه الحرب التي تحولت إلى مسألة أمن قومي لتركيا تبعات الهجوم على نادي أورتاكوي بدأت تسقل كاهل حكومة العدالة والتنمية فحزب الشعب الجمهوري المعارض سعد من لهجته المنتقدة واتهم السلطات بالعجز وبضعف الأداء وطالب زعيم الحزب كليشدار أغلو رئيس الوزراء بالاستقالة وتحمل المسؤوليات الديمقراطية تفرض على الحكومات تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين فإذا فشلت في تحقيق ما يراد منها ينبغي أن تستقيل ومن وظائف المعارضة السياسية الضغط على الحكومة نحن في المعارضة نرى أن الحكومة فشلت في أداء مهماتها وأظهرت ضعفا واضحا وعليها الرحيل بين عمليات العنف التي تضرب البلاد وحملات الاعتقالات والإقالات المستمرة مددت الحكومة حال الطوارئ للمرة الثالثة لثلاثة أشهر إضافية ما يشير إلى أن البلاد مقبلة على مزيد من الأحداث والمفاجآت بحسب بعض الخبراء توطر في الداخل وأزمة ثقة مع الخارج هكذا دخلت تركيا العام الجديد وسعي إلى تحسين العلاقات مع الجيران فهل تنجح في ذلك محمود واثق إسطنبول الميادين محمود واثق معي الآن مباشرة من إسطنبول محمود الأنباء العاجلة تشير إلى وجود حصول انفجار في أزمير حسب وسائل الإعلام التركية هل لديك أي معلومات حول هذا الانفجار؟ نعم كمال بالفعل هناك انفجار قرب مبنى المحكمة في مدينة إزمير التركية أعمدة الدخان تتفاعد من المكان حسب وسائل الإعلام وشهود أيان أن سيارة كانت مركونة قرب مبنى المحكمة انفجارت وتحترق هذه السيارة سيارات الإصعاف تتوجه إلى مكان الحادث هناك معلومات أولية تشير إلى إصابة ثلاثة أشخاص في هذا التفجير حتى الآن لم يعرف ما إذا كان هناك محكم انفجاري أو أن سيارة مفخقة تم تفجيرها عن بعد طبعاً بلاية إزمير يوم أمس فقط شهدت حملة أمنية واشعة على خلفية الهجوم على النادي الليلي في إستنبول وتحدثت السلطات التركية يعني أتقال أكثر من عشرين شخصاً على علاقة بمنفذ الهجوم إذن الانفجار اليوم لا يمكن استبعاده أن يكون له أحلاقة بحملة أمنية التي تشهدها مدينة إزمير وباقي المدن التركي طيب محمود ماذا في آخر التحقيقات حول الهجوم على نادي الليلي في إستنبول وأيضاً آخر المعلومات حول تحديد هوية المنفذين والمشتبه بهم وفي تقرير قبل قليل يبدو أن هناك تصاعد للهجة المعارضة تجاه الحكومة على خلفية هذه التفجيرات أيضاً ماذا في جديد هذا الموضوع؟ هذا صحيح كمال الجديد في الموضوع تصريحات المسؤولين الرسميين في الحكومة التركية الذين يتحدثون عن أنه تم تحديد هوية المنفذ ويرجح أولاء المسؤولون أن يكون هذا الشخص ينتمي إلى التركستان الشرقية أو الأقلية الإيجورية في الصين وتشير المعلومات أيضاً من السلطات التركية بأن هذا الشخص قد يكون خطج من تركيا وأنه لم يعد في داخل الأراضي التركية وتحدث نعمان كورتملوش أيضاً قبل ساعة تقريباً وقال بأن المعلومات تشير إلى أن هناك شبكة استخباراتية أجنبية تقف وراء هذا الهجوم وبالتالي مكنت المنفذ بأن يخرج من تركيا هناك حملة أمنية واتعة أيضاً هناك تسعيد لهجة المعاربة والأحزاب السياسية المنتقبة لأداء الحكومة وبأنها فشلت في أداء مهماتها هناك مطالبات بالاستقالة يعني دعيم حزب الشعب الجمهوري كان واضحاً في الاجتماع للكتلة النيابية للحزب في البرلمان طالب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا كانت الحكومة فاشلة في إحلال الأمن والاستقرار في البلاد وهذه التفجيرات التي تحدث بشكل يومي في المدن التركية شكراً جزيلاً لك محمود واثق مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من اسطنبول فدى مراسل الميادين عن طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على معسكر القوات الخاصة غرب صنعاء وغارة على منطقة المخة غرب تعز بالمقابل استهدف الجيش اليمني والإجان الشعبية تجمعاً لقوات الرئيس هادي بصاروخ باليستي متوسط المدى في معسكر شعب الجن في باب المندب في إطار الرد على استمرار الخروق العسكرية وضع الجيش اليمني بالتعاون مع اللجان الشعبية تحركاته خلال الأيام الماضية في جبهة ما وراء الحدود وأشار إلى تحقيق إنجازات ميدانية لافتة في جبهة جزان داخل الأراضي السعودية الجيش اليمني قال إن مدفعيته استهدفت تجمعات للجيش السعودي في مبنى الجوازات بالطوغل بعد أن أعلن سابقاً أنه قاتل 15 جندياً سعودياً بقصف طال تحصيناتهم في قريتي الشبكة والشبقة في المنطقة نفسها في الداخل اليمني تحدث مصدر عسكري يمني عن غارة خاطئة للتحالف السعودي استهدفت تجمعات لقوات الرئيس هادي في منطقة الساق بمدرية عسيلان غربية محافظة شبوة ما أدى إلى سقوط عدد من القتل والجرحة وبحسب المصادر فقد تمكن الجيش واللجان من استعادة مواقع عديدة في مدرية عسيلان على الرغم من الإسند الجوي المكثف من قبل طائرات التحالف السعودي أما في نهم شمال شرق العاصمة صنعاء فقد أعلن الجيش واللجان الشعبية إحباطهم محاولة تقدم لقوات الرئيس هادي باتجاه سد العقران بالمدرية فيما تستمر المواجهات بين الطرفين في مناطق العقران والقطب وملح والجبل الأبيض بالمدرية نفسها مصدر عسكري يمني تحدث أيضاً عن إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى هو الأول لهذا العام استهدف تجمعاً لقوات هادي في معسكر شعب الجن في باب المندب جنوب غرب تعز بالتوازي مع غارات جوية للتحالف استهدفت فيها منطقتين الجديد وكهبوب في مدريتي المخى وذباب غرب المحافظة في غضون ذلك قصف الجيش واللجان بالمدفعية معسكر السلان بمدرية المصلوب شمال محافظة الجوف بدورها استهدفت طائرات التحالف بسلسلة غارات متتالية منطقة الجبانة في مدرية الصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قد دور فارس أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 100 فلسطيني منذ بداية عام 2017 فارس شدد على أن الاحتلال يعتقل يومياً ما بين 15 إلى 20 فلسطينياً ضمن حملة المداهمات اليومية التي تطال المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس مشيراً إلى أن الأوضاع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تزداد سوءاً في ظل ترد الأوضاع الصحية للأسراء بعد 43 عاماً من العطاء في مجال الصحافة اللبنانية والعربية أقفلت صحيفة والسفير صوت من لا صوت لهم نقلت على مدى سنوات طويلة كل الأحداث التي طبعت لبنان والمنطقة والعالم تقرير سار الحاف لا سفير بعد اليوم للقضايا العربية وحركات المقاومة ولا وجود بعد الآن لجريدة للبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان 43 عاماً أمضاها كتاب وصحفيون وموظفون في العطاء ليقبلها الجمهور ب43 عاماً من الوفاء بحسرة يزيل العاملون الصور المعلقة على مكاتبهم ومعها يطون صفحة ذكريات سنين طويلة وبصمات تركوها في أرويقة المبنى وفي صفحات الجريدة وما يخفف القليل من الحزن بحسب المعنيين هو الشعور بأن الصحيفة أدت واجبها على أكمل وجه تركة جمهورها يتذكرها وهي في القمة أكيد يوم محزن يعني بس يعني إلى حد ما بعزيني أنه على امتداد 43 سنة 11352 عدد عندي إحساس أنه أدت واجبيه وأنه عملت خدمتي في خدمة الناس خدمة القراء خدمة الأمة اليوم الخسارة مدوبة لخسارتنا نحن كسفير كبات وخسارة للقارئ العربي شو رح يقرأ بس السفير غادرت بالقمة وهي ده شي يعني بتطبب على الجرح شوي كمن يترك منزله كان شعور من حلفنا الحظ في مقابلته وهو يوضب أمتعاته وذكرياته فأجيال تعاقبت على هذه الصحيفة ليحمل الفرد الذي مر في مدرسة السفير رتبة صحفي بمهنية عالية من أول يوم طلعت لنهاية آخر عدد أنا بشتغل فيها 43 سنة بالتمام والكمال أبدا شعورنا اليوم أنه عم يغادر بيته الواحد سفير تاريخ سفير يعني محل ولد منه عدد كبير من الأسماء والتجار والمبادرات على مدى 43 سنة وأسماء كتير كبيرة صوت الذين لا صوت لهم الصادح لسنوات طويلة سيخفض بعد أكثر من أربعة عقودا من الصمود ومواكبة كل القضايا العربية تقفل صحيفة السفير ليخسر لبنان والوطن العربي منبرا مؤثرا سياسيا وثقافيا صار الحف بيروت الميادين أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة حيث نظمت نقابة العمال في غزة بالتعاون مع نقابة الصيادين وقفة احتجاجية في الميناء ضد إغراق الزوارق الحربية الإسرائيلية مركب صياد فلسطيني في عرض البحر ليلة الأربعاء الخميس الصيادون عبروا عن غضبهم إذا الجريمة التي فقد إثرها صياد فلسطيني وطالب الصيادون بالتدخل العالمي للجم إسرائيل ومنعها من مواصلة اعتداءاتها من اعتقال للصيادين وتدمير مراكبهم وصريقة شباكهم أقر مجلس الوزراء المصري مضعفة التسليلات الإتمانية المخصصة للهيئة العامة للسلع التموينية لتصل إلى 876 مليون دولار مجلس الوزراء أكد أن الزيادة تهدف إلى تعزيز جهود الدولة لتوفير السلع التموينية والأساسية بالكميات والأسعار المناسبة وحررت مصر سعر عملتها مقابل الدولار مطلع شهر 22 نوفمبر الماضي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم أقعت الحكومتان العراقية والأمريكية اتفاقية ضمان القرد السيادية التي تتيح للعراق الوصول إلى أسواق المال الدولية واقتراض ما قيمته مليار دولار بفائدة مخفضة هذا القرد يسهل تمويل قرد آخر بمغدال مليار دولار بدون ضمان من الحكومة الأمريكية ويمثل الخطوة الأولى لإعطاء العراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي فاضل نبي وكيل وزارة المالية فيما وقعها عن الجانب الأمريكي بروك إشام مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكد وزير النفط العراقي جبار علي العيب التزام بلاده بقرار أوبك بخفض الانتاج النفطي من خلال وضع خطة مدروسة لهذا الإجراء العيب أشار إلى أن العراق يعمل مع المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك للسيطرة على تخمة المعروض النفطي في السوق النفطية العالمية من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وبما يدعم أسعار النفطي خلال المرحلة المقبلة انتهت شركة روس نافت غاز الروسية من إتمام اتفاق مع جهاز قطر للاستثمار وغلينكور لتجارة السلع الأولية لبيع حصة قدرها 19.5% في روس نافت نجاح إتمام الصفقة هذا يشير إلى أن جذبية الاستحواذ على حصة في واحدة من كبريات شركات النفط العالمية قد طغت على المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعلن مساعد رئيس شركة إنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل في إيران خير الله خادمي أن إكمال مشروع السكك الحديدية أستار ريشد قزوين من شأنه أن يربط موانئ جنوب البلاد وشمالها ويوفر إمكانية نقل السلع إلى الدول المجاورة خادمي وفي كلام لمكالة الأنباء الإيرانية قال إن مشروع خط سكك الحديد من ريشد إلى أستار سيبدأ تنفيذه خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في الواحد والعشرين من شهر آذار مارس مشروع سيربط الموانئ الإيرانية الجنوبية كميناء بندر عباز بالموانئ الشمالية ومن ميناء أستار إلى جمهورية أذربيجان ومنها إلى روسيا وجورجيا تعتزم الصين استثمار 360 مليار دولار في مشاريع عملاقة لتوليد الطاقة المتجددة حتى العام 2020 فيما تسعى أكبر سوق للطاقة في العالم للتقليص توليد الكهرباء باستخدام الفحم للحد من انبعاثات الغازات الملوثة الوكالة الوطنية للطاقة قالت إن خطتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في البلاد ستوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع على مدى السنوات الخمسة المقبلة وستسهم بنحو نصف الكهرباء المولدة في الصين بحلول عام 2020 هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظاهرة شكرا لحسن متابعتكم كالعادة عند الخامسة والنصف إلى خمس دقائق هو الموعد مع المزيد من أخبار الاقتصاد عودة لك كامال عبدالله شكرا جزيلا لك الشاق واق في مدينة توزر التونسية يعد المتحف الأول من نوعه المتحف يجسد حياة البشرية منذ بدئها حتى اليوم مدينة توزر مع بلا المبروك من يزور مدينة توزر الجنوبية فلن يفوت فرصة زيارة متحف شاق واق هنا اختزل تاريخ البشرية أول الأروقة يقدم حياة الإنسان البدئي ومسكنه وأدواته مجسمات ومؤثرات صوتية شاهدين عذرا على عدم إكمال التقرير وننتقل بكم إلى مدينة أزمير وهذه الصور الأولية للانفجار الذي حدث قبل قليل في مدينة أزمير غرب تركيا إذن كنا نعرض الصور الأولية لانفجار أزمير هذه الذي كنا نشاهد وننتقل الآن إلى زميلي عبد الرحمن عز الدين وإلى فقرة الرياضة تفضل عبد الرحمن شكرا لك كمال أهلا بكم مشاهدين اكتفى ريال مدريد بثلاثية في مرمى إشبيليا ليضع قدما في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا المدارب الفرنسي زين الدين زيدان أقر بتقديم خمس رودريغيز مباراة ممتازة بتسجيله إصابتين مدارب المرينجي أبدى رضاه عن استجابة لعبي الاحتياط عند الحاجة إليهم واختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على مشاركة كريستيانو رونالدو أساسيا في المباراة المقبلة أمام غرناطا واختبار صعب سيخوضه برشلون الليلة عندما يحل ضيفا على أتليتيك بلباو في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا البارس يبدو في أحسن أحواله حيث يدخل اللقاء بعد فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة وفي المواجهات المباشرة تغلب على بلباو في آخر خمسة لقاءات النادي الكتالوني يسعى إلى الفوز بلقب كأس الملك للمرأة الثالثة على التوالي والتاسعة والعشرين في تاريخه أشعل دالي ألي ختام المرحلة العشرين من البريمير ليج النجم الشاب لطاطنم منح ثالث الترتيب فوزا مهما حرم به تشيلسي كسر رقم أرسنل فتوقفت انتصاراته المتتالية عند ثلاث عشرة مباراة موريسيو بوتشتينو مدرب طاطنم أبدى رضاه عن ظهور لاعبه بشخصية قوية وعن أدائهم في المباراة بروح منافسة بدوره أعرب أنتونيو كونتي عن اعتزازه باحتلال فريقه الصدارة برغم الفرص الضائعة في اللقاء الإيطالي أشاد بالجو الذي خلقه بوتشتينو في طاطنم وبالتحسينات التي طرأت على الفريق في عهده للعام السابع على التوالي اختر باير ميونيخ العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكره التدريبي خلال العطلة الشتاء العملاق البافاري كان قد وصل إلى قطر يوم الثلاثاء بغياب المدافع جيروم بوتانج مدرب الفريق كارلوانشلو تيران عطلة الشتاء تمثل أفضل فرصة للاستعداد لمواجهات دورية أبطال أوروبا حيث سيلعب مع أرسنال الذي اشتكى مدربه أرسن فانجر من كثرة مواجهات الدوري الإنجليزي الذي لا يعرف عطلة شتوية أنشلو تي عبر عن مفاجأته بإعلان بيب جورديول لا عزمه على اعتزال التدريب وختم كلامه بالإشادة بمساعده بول كليمنتي الذي ترك النادي الألماني ليتسلم مهماته مدربا لسوانزي سيتي الإنجليزي في دور كرة الصلاة الأمريكي للمحترفين لسانجلس كليبرز يتغلب على ضيفه منفس بفارق تسع نقاط أوستن ريفيرس سجل ثمان وعشرين نقطة ومرر سبع كرات حاسمة ليمثل مفتاح الفوز الثاني على التوالي والرابع والعشرين هذا الموسم لرابع القسم الغربي مارك جازول كان الأفضل في صفوف منفس بتسجيله ثلاثة وعشرين نقطة لكنه لم ينجح بتجنيب سبع القسم الغربي الخسارة السادسة عشرة ليتجمد عدد انتصاراته عند ثلين وعشرين خسارة مفاجئة تقسل أمريكية سيرينا وليامز من ثاني أدوار بطولة أوكلند الكلاسيكية للتنس المصنفة الثانية عالميا حيبت أمال محبيها بسقوطها المدوي أمام مواطنتها مادسون برينجل بمجموعة الاثنتين خسرت سيرينا التي ارتكبت 88 خطأ ما جعلها تصف أداءها بغير الاحترافي ولم تخفي متصدرة تصنيف البطولة غضبها خلال اللقاء من الرياح الفوز عوض للمصنفة ثانية وسبعين عالميا خسرتها المدوية في أول لقاء جمعهما حين صحقتها سيرينا بواقع 6-0-6-1 ولدى الرجال تأهل المصنف أول عالميا ناندي موري إلى ربع نهائي بطولة قطر المفتوحة فوز الاسكتلندي جاء بشق الأنفس على النمسوي جيرالد ميلدزر احتاج موري إلى ساعة وثمان عشرة دقيقة ليختفى أول مجموعة فقط في اللقاء المنتهي بواقع 7-6-7-5 حامل ذهبيتين أولمبيتين سيلاقي المصنف رابع وأربعين نيكولاس ألماغرو الفائز على الألماني فيليب كولشرايبر وعلى النقيد تأهل النجم الفرنسي جويلفرد صونجا إلى ربع نهائي بفوزه السهل على الألماني داستين براون في خمس وأربعين دقيقة فقط المصنف خامسا أنهى اللقاء بمجموعتين بواقع 6-1 و 6-3 وضرب موعدا مع تشيكي طاماس بردتش الفائز على مواطنه ياري فيزلي إلى عالم الرياضة الميكانيكية سيطرة مطلقة لبيجو على المرحلة الثالثة من رالي داكار في الأرجنتين حامل اللقب ستيفن بيتر هانسل فاز بالسباق على حساب زميله الإسباني كارلوس ساينز الفرنسي اجتاز مسافة 780 كيلو مترا في 4 ساعات و 18 دقيقة و 17 ثانية المركز الثالث كان من نصيب الفرنسي الآخر سيباستيان لوب بطل مواسم الرالي العالمية 9 مرات بعدما تأخر ثلاث دقائق عن المتصدر وفي مصابقة المركبات الثقيلة حافظ خوان باريدا سائق هوندا على صدارته للترتيب العام الإسباني قطع مسافة المرحلة الثالثة في 4 ساعات و 23 دقيقة و 41 ثانية ابن الثلاثة والثلاثين تفوق ب 11 دقيقة على صائق كتأم البريطاني سام ساندرلند ثالث المراكز كان من نصيب الفرنسي بيير روني ومع أخبار السرعة المشاهدين نختم جزء الرياضة ونعود وإياكم إلى كمال عبد الرحمن شكرا جزيلا لك الظاهرة انتهت في ختامها تذكير بالعنوين ورفة عمليات قوات حلفاء سوريا تؤكد سعي جبهة النصرى لتنفيذ هجمات لنسف وقف إطلاق النار بإعاز تركي دمشق تعلن موافقة على حضور مباحثة أستانا من دون التدخل خارجي احتدام معارك الباب بين الجيش التركي وداعش وأنقرة تقول أنها ستعيد النظر باستخدام تحالف واشنطن قاعدة إنجرلك قوات العراقية تبدأ معركة تحرير مناطق غرب الأنبار وتتقدم في حي فلسطين بالموصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتراجع عن قراراته السيادية لتجنيب الانقسام في البلاد لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت تلميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية للقامة اشتركوا في القناة